السلام عليكم كديري اللي بس عليكم امركم هنية متبنا ان شاء الله يربي هات الفيديو يلقاكم في احوال طيبة اغبارت عليكم ولكن والله البناتي لا غير العية اليوم ان شاء الله غادي نبختار جي معكم فيديو ديال العراضة ليدرت الاسطقاء ديال السويش ديالي غادي نبختار جي معكم ان شاء الله كوش هي العراضة كيفاشو الشات المراحي اللي درت بس سهلت اللي الخدمة بحكم انني ديال بوحدي دونك كان مشيت قدقة وكن حاورت باموري باش هكا ما غاديش نتلف اول حاجة ان شاء الله غادي نبدي بها هي الحشوات كان حطيت دايجة البلانين كعرفت راسي اشنو غادي ندير كانت عندي فلموني بسطيلة ديال الحوت طريقة ديالها دايجة باختجيتها معاكم يعني وشت الامور وشت الحشوة خليتها تتبرد حطيتها جانبا ودابا غادي ندوز نوجد الحشوة الاولى اللي هي ديال ميني تاكوس والحاجة خديتها هنا يا خديتها اللدن دوريتكم القياس ديال الطريفة تقدش قطعتهم خليتهم بينين شوية درت عليهم عصر ديال الحامد شوية ديال تماب بودرة شوية ديال بصلاب بودرة بالنسبة لي ما توفرتش عندو بصلاب بودرة تقدرو تاخدوها كمصيلة صغيرة تحكوها ضفت شوية ديال الملحة شوية ديال الشوارمة غادينا ما عاديش نكتر للملحة بزاف لانا عنديش حمل حاجة ملحة وغادي نضيف الهريسة 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 انا كنستعمل ديال حابسيتون كي عجبني الوقود جالها وضفت كذلك شوية ديال الموتارد وغادي نضيف الكريمة السائلة انا هادي باشتن خدمتاني كازوين البنات وكلتوا بزاف سوولتوني الى التمنجلة يترو دير 25 درهم بالنسبة لي ما توفرتش عندو ممكن انه يستعمل ضانو نمسوس المهم كي بقليكم الاختيار وعلا حساب نتوفر عندكم سنخلط الكل مزيان سنعود نزيد شوية ديال الهريسة حيث هذه الهريسة اللي عندي محرش بزاف وحتى كتعطي واحد اللون زوين مني كي يكون داك الميلانج ديال الكريمة مع ذاك الحمر ديال الهريسة كيعطي واحد اللون غوز كي يكون زوين ها نغطيها بسلوفان وغادي نضيفها في التلاجة وغادي ندوز باش نوجد الحشوة ديال الكيش اول حاجة هنا يقدرت واحد البورو قطعتو طريفات زدتلي شوية ديال البصلة وزو بيتابل ديال وشوية ديال الملحة وغادي ندلهم في المقلة غادي نسوطيهم مزيان تطهبط عندي هذاك البورو وديك البصلة من بعد عاد غادي نجي غادي نضيف الهنية لداند قطعتو شوية طريفات صغيرين لانا على حسب هذا غا نديرو فليكيش ذاك الشيارة صغرت شوية هنية طريفات وغادي نجي غادي نسوطيهم مزيان حتي بحالكي تشمع عندي ذاك لداند عاد غادي نجي غادي ننضيف العطرية الملحة ديال جراه درناها ما غاديش نعودو نديروها او ليلة شتوها نقصرات ممكن زيدوها ديكسا انتو مراعينكم ميزانكم شوية ديال البزار غادي ندير شوية عطرية ديال الجاج او اللا المروزية شوية ديال تومى بودر بالنسبة لي ما عندوش تومى بودر ملو والفاش غاديلو البصلة غاديلو معا التومى هات تحكوها وضيفوها شوية هندي ننضيف كذلك شوية ديال الخرقوم غادي بشي اعطاني ذاك اللون ما تبقاش ميبقاش عندي دجاج بيض وغادي نخلط الكل مزيان حتى نحس بهذا كلادا نديرها اقرر بيض طيب وغادي نجي ناخد ليزيبيناغ ليزيبيناغ على حسب الكمية اللي انتكم ديال لكيش قطعتهم شوية طريفات انا را ما كنديرش العواد كندير فقط دو كل وريقات ديال ليزيبيناغ قطعتهم شوية كتب اليكم الكيمية كبيرة والكراين هو كيوصل لهم الصاد راهم تيطيحوا سوف نخلط العناصير مزيان ما كنكترش الملحة حيث ليزيبيناغ كي يكونوا ديجا هما ملحين سوف نحط الحشوة جانبا نخليها تبريد وغادي ندوز باش نوجد حشوة واحد اخرى هذه الحشوة الكورني جيت هنا مقيلة درت فيها شوية زيت البلدية لديها ضفت هنا لدند 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 لدينة جاج عفوا مقطع طريفات صغيرين دائما سوف نصغر لان الكورني ما كي ما ديش يدخلي فيه لدندي لكان كبير مادرت لبسله لتحجف الولد تديرك لدند صوتته شوية في تكزيت عدس جيت هنا يضفت لي شوية بودر شوية ديال المليحة شوية ديال البزار وشوية ديال لبسله كذلك بودر وغادي نخلط حتى دخلتك العطرية في ذاك الحم اللي عندي مزيان غادي نجي نشعل انبتل الراس او الى الكانون كي كان قولوا باش نجي هنا ينصيب صوص ديال الفروماج اللي غادي ترفق لي هاد لا تند اول حاجة عندي هنا واحد الكيمية ديال الحليب تقريبا واحد الكاس كبير ديال الحليب ترتوك كاف كسرنا وشعلت علي ضفت لي مليحة وزار وغادي نخليه ايدفا شوية غادي نجي هنا ضفت مائلقة كبيرة ديال انشاء وهدي لي ضفت دبا الكريمة غير اضافة مش ضرورية غيب اشكتع طيني داك القوام كريمي فقط كدشي ابنينا احسن الى خلطوا الحليب مع مع الكريمة ما توفرش ماشي ضروري سافي كنبقى كنخلط حتى كي اعقد عندي الخاليط نوعا ما هانتو ما كتشوفوا القوام دياله كيكون شوية بحالشي صوص كنطفي اليه وكنجي كنضيف الاجبان هناك يبقى اختياري تقدروا ضفوا فقط الموزاريلا انا هنا يضفت الايدام والموزاريلا بجوج غادي نطفي النار وغادي نغطي لهاد الخاليط غادي نخليه حتي دب الفروماج ما كنحركوش في الول كنخليه اتكيدو بالفروماج غايف داك الصاد من بعد كنجي وكن بدك نخلطوا البنات كي اكتشفت واحد الموزاريلا غزالة 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 بزاف وخنشكرا لكم التال الصبح ما غا نساليش هرانتو ما مني هزيت وما زال هاد شي غا مصر على الفيديو وكتبا لكم التعليكة ديال الموزاريلا كديرا غادي نجي غادي نضيف داك الخاليط ديال الجبن داك الجاج لي عندي لصوتي تقبل وغادي نخلط مزيان وغادي نخلي الخاليط جانبا وهادي ايه الموزاريلا لكتليكم البنات تشدو تشدو اغيط طريف وتديروه متلا وسط البطاطا وطيبه او لا تديروه في الورقة البسطلة وطيبه بريوة وتشوفوا البنات غزالة ما شاء الله سافي هنا يا من بعد ما نساج مليا خاليط ديال صلصة الجبن مع الجاج غادي نديرو في واحد البلاو غادي نحطو جانبا لان الحشوات ما كان ما كان خدموش بيوم حتى كي بردو تماما باش ما كي تقبوش او لا كي قطعو لنا الورقة او لا العجينة فاش غادي نخدموهم غادي ندوز دابا باش نشاء الله هنوجد الحشوات انا طريقة الخدمة ديالي كنشوفة شنو عندي كنوجد مثلا عندي بينخدم بالفروماج غادي نحكي الكونطيت تيال غادي نستخدم في الحشوات كاملين البصلة كذلك كنقطع البصلة في خطرالي غا نستخدم في الحشوات كاملين باش ماشي اشاك فوان بقا نقطع في الخضار او لنحك في الفروماج مهم هنا يمقي لادرت فيها شوية ديالسيت البلدية وضفت لها واحد الكيمية قليلة ديال البصلة وخليتها حتى طاحت هادي حشوة غادي نحتاجها بالنسبة للشكل الثاني ديال ليكيش عادرتهم بالكفتة سافي وغادي نضيف الكفتة وغادي نحاول هكا باش نفرتت الكفتة بما كان نضيفش في هاد المرحلة العطرية حتى كتشمع لي الكفتة نوعا ما هاد صراح هاد الالة هادي نفعتني سوا هكا فاش كنخل كنميلونجي بيها او هكا ويلا كتبو تفتو بها الكفتة سارحا كتسهل عليكم العملية بززف بززف سافي ان فوكا تشحر عندي ديالك الكفيتة كنجيدة بك نضيف العطرية غادي نضيف هنا اياه بصلة ثوم وثوم بودرة دائما كما العادية لما كيناش عندكم ثوم بودرة غا تضيفو الثوم العادي من الول مع البصلة اضفت شوية ديال القزبور برسم طحون شوية ديال الملحة شوية ديال البزار وقبيصة ديال سكينجبير اولا ماشي اجبارية ماشي ضرورية كان خلط المسائل كاملة وضفت كذلك المروزية ديال الحم باش غيكا تعطني ديال البنة والتحميرة سافي خلط الكولتا نسجم العطرية مع الحم اللي انجي وحيت التا يدرتها في بلاو خليتها باش تبرد ودبا غادي نضيف انجي ونمرو هادك الخليط او هادك الخليط او هادك اللي ما غير ندلي ديال نفلو لدك لاندلي بناه الميني طاكوس غادي نطيبو فشوية ديال زيت البلدية ونخلي حتى هو جانبا حتى يبرد وهنايا ها هما الحشوات كاملة اللي وجدنا ديال الطاكوس هادو ديال كيش ديال الكفتاو ديال لدن معلزي البناغ هادية الكورني وهنايا صلصة الطماطم ووشتها لحسب البيتزا ووشت كذلك كمية ديال الجوب اللي غا تكفيني بالنسبة لهاد الموم اللي حتلي عندي كاملين وغادي ندوز ديال بغا نبدأ ننعمر باش نبدأ نطيب ليوشتها خادي نحيدها ما عنديش معيار محدد بالنسبة لهاد لابا غا يدي الكيش مهم كان ندير واحد الكيمية ديال البيض ثلاثة او الاربعة تلبيضات كان نضيف لهم الكريمة عيني ميزاني وشوية ديال الملحة وشوية ديال البزار كان نخلط الخليط مزيان تكين ساجمو العناصير مع بعضياتهم وديك ساعة ان كان نشوفوش غادي نضيف الكريمة وللا ويمكن نحاول ما نغلبش البيضاء لالكريمة باش ما يجيش غالب هنا اياه في هاد المرحلة هادي نغمال موشنو كان ندير انا كان ندير كان ناخد الفون ديال الكيش كان ندير فيه الموزاريلا عاد كان حت الحشوة من الفق هاد القضية هي اللي درت مع مع الكيش ديال يزيب بيناغ او اللي نخلطه مع الحشوة عاد كان نضيفه وانا ما كان نديرش الفروماج مع الابا غاياكيش علاش لانا لحكي يحتلين الفروماج غي في واحد البلاصة وما كيجيوش متوزعين بالتساوي غا ندوز دابة غادي نصوب هنا اياه معاكم كريما ديال لوز اللي غادي نعمر بها ليفون ديال للطاقت اللي اندي بنسبة المقادرها السهلة بزف كان نخلط مئة قرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ مع مئة قرام ديال سكر غلاسي واحد جوج بيضات وصاشية ديال فاني كان نخلط مزيان تاكي نسجمو عندي العناصر مع بعضياتهم داجا عندي الزبدة بحرارة المطبخ يعني ما غاديش تعدبني بزاف وهدي ضرورية وحتى بنسبة اللي بيض خصو ضروري يكون بحرارة المطبخ كان نخلط في الول بسباتول باش ما يطرش لياه داك سكر غلاسي من بعد كان ندير واحد الطراب وغادي نجي هنا اياه غادي نناخد معي لقاديا النشا غادي نضيفها المية وعشرين جرام ديال بودرة الليوز بيكون متحون بالقشرة دياله من بعد ما مسحناه وكن نخلط الخالط مزيان تاكي نسجمي لي داك سكر وداك النشاو والزبدة واللوز سافي هنا اياه وغادي نجي غادي نناخد الخالط غادي نديرو في واحد البوش او البلاستيك المهم على حساب اللي متوفر عندكم باش يسهل عليها هكا باش نديرو في لي فون ديالي الطاخت وغادي نحاول نديروها هكا بشكل حلازوني تقريبا كل فون ديال الطاخت غادي تهزليها تقريبا واحد جهة معلقة كبيرة هكاك من هاد الكريمة كجي غغزالة لبنت شاهو منها غادي ندخلها من بعد الفران تقريبا ما غادي نشتليها الوقت بزاف واحد ناشر دقيقة هكاك وغادي نخرجها غادي ندهنها بالناباج وهندي لالوزيفيلة محمر من الفوق البسطيلة من بعد ما منطتها الطريقة راه دايجا بمبرتاجيها معاكم ممرة مجوجة ننخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف سراحة الطريقة ديال البسطيلة للحوت اللي كان دير اللي كلها عندتي حمق عليها مهم كان شدت البسطيلة كانت تقيبها مزيان الفران دايجا مسخناه انا البسطيلة كان نقص عليها العافية وكان خليها تقريبا علينا واحد ساعتين هنا هي الشربة ديال السامك راه وجدها سافي اشنو كندير بالنسبة للطياب غادي نغطل البسطيلة من الفوق وغادي ندخلها الفران حتى تطيب مزيان وتحمر من الجنب عاد غا نشدها نقلبها باش تحمر ليه من تحت ما ديش مع الجنب وديك الساعة نرضى على الوجهة ديالها ونخليها تتحمر ونخرجها تتبليكم باللي رابا في الحال تقريبا هاته القيطة الخمسة ديال الأشياء كنت ساليت كل شيء كل شيء طيب كل شيء واجد هنا سوف اختراجي معكم الطبلة مشيت وجدها اول حاجة اضطيتها هنا كل ما هو عنده علاقة اللي غا يتخذ مع الحريرة فقط يعني ما اضطتها مو ملاحات لولو اضطت هنا تمر بريستيج بالاشكال دياله اللي كنت صيبت معكم ديجا قبل هنا كذلك المعسلات اضطتها وما اضطتها معكم اضطت شباكيات طمار سلو اضطت هات اللي بلا هادو ديال البيض كنت هنا وجدت كل شيء الا السوب مخويتهاش والبيض ما اضطتوش باش يبقى هكا شد سخونية اضطت الكويسات ديال العصير بالنسبة اللي يبغى العصير واكيد الملحة والكامون بالنسبة للبيض اللي غا يبغيها كي ياخدهم مع البيض هنا يخدمت بالتام في الدهبي القريعة اللي باختجيت معاكم في الفيديو اللي قبل اللي خديت عند خميسة بخمسة دراهم شديتهم مدرت فيهم البنات السرغينة وهدو كان قدمهم سوفونير للطياف هكا عندو مع علاقة برمضان شي حاجة هكا كتبقى بيخصوناليزي وكتحطي فيها اللاتوش ديالك صراحة وهد الخطوة هدي اعطت واحد الواقع ايجابي بالنسبة للضيوف وعجبتهم الفكرة بزاف تقدرو كذلك تديرو تسابح تقدرو تديرو مصحافات دوك صغير ورين المهم كي يبقى لكم الاختيار انا ما بغيتش نجيل المصحاف باش ما نطرش نحطوها هكا فوق فوق الماعن ذاك شي علاش خطارت انني نجيل البخور ديال السرغينة وكنت سقيتو بالريحة ديال العود وفي واحد ريحة غزالة هنا في هاد الطبلة هادية الكنابي حطيت هكا اللي الطاخت حطيت الزيادة ديال التباصل والكسان بالنسبة اللي خصوح حطيت العصائر حطيت كذلك حطيت هاد البلا هادا صوبت الحالة ديال العوريو اللي كنت بختها جيت معاكم في الول ديال الرمضان خليتوه تلاجة باش يبقى بار وحطيت لهم هنال القراءة لما لان ما بغيتش نزيد نزحم الطبلة كتر مما هي مزحمة ديال الحريرة حطيت فيهم الزيادة ديال التمر بالانواع دياله بجوج اللي كنت صيبت بريستيج وحطيت فيه كذلك سلوه بنسبة الناس اللي غيبغيوا الاضافات وهناي البنات تأثر علي باش نصور لكم كل شي فقط صورت هنال البسطيلة مني وجدتها ونهي غنستعين ببعض الصور باش هكا نقوم ببعض الفيديوهات باش هكا تاخدوا فكرة على عشنو قدمت ليهم من بعد محيطنا لسوب قدمت ليهم البسطيلة ومن مورا هادرت القطيبات ديال الجمل مع سالاد بالطوماتسوريز وهذا السالاد العجيبة اللي كان باختاجي معكم ديمة ومن بعد حطيت المملاحات واحد البلاتو هكا كان مخلط مشكل والبلاتو قعد كل شكل ديكسة حطيته في بلاتو من فارد ومن بعد مقدسة العراضة الحمد لله كل شي بخير وعلا خير وكل شي اجبوهم الحمد لله جمعت الكوزينة وهاد الاد الصشيات هدو درت فيهم هكا الحاجة اللي اللي شاطت ودرجة تقاست يعني ما يمكنش تعود تناكلوها من بعد جمعتهم هدو كل صشي تنخرجهم ان شاء الله هنيا اللي غسلتها كنحطها هكا هاد الانسامبل اللي تغسل داس فلا فيسيل كنحطو هنيا ونطندو يتجمع كل شي وهاد الاواني الدهبية ما كان ديش لها جابيل كان هدا هو الفيديو ديال اليوم كان تمناج بكم ونكون اعطتكم افكار السلام عليكم نعم